في مبارا ودية تقرأ فيها صلاح راديا صلاح من دبي وطلال الغمدي وعلي شرايا من السعودية أتشيلي بيتزي لا يشعر بالقلق عندما سئل إذا ما تأخر المنتخب السعودي للاستعداد إلى أول مباراة ستجمعه بالمنتخب الروسي في افتتاح المونديال في ماربيا الإسبانية سيكون افتتاح الجزء الجديد من استعدادات الأخضر في مشواره المونديالية وأول مباراة ستكون أمام أخضر آخر هو المنتخب الجزائري بقيادات ربح ماجر مباراة بطعم مونديالية أمام منتخب مثل العرب في كأسي العالم الآخرتين وحقق أفضل نتائج نأمل أن تكون مباراة ندية تجمع الأشقاء العرب في إطار جيد لاستعدادة لكأس العالم في وسط وضل دعم الهيئة العامة للرياضة بممثلة في معالي المستشار الأستاذ تركيا للشيخ وأيضا دعم القيادة الرشيدة التي لم تتوانى في يوم من الأيام عن دعم الرياضة السعودية وما تمشي بطريقة جيدة الحمد لله تحضير مليح وإن شاء الله نتمنى المباراة السعودية تكون مباراة جيدة للتحضير تجربة قيمة جداً مع فريق يملك خبرة كأس عالم وممكن تكون في مرحلة جيدة أيضاً اختيار التوقيت نوعاً ما بيكون جيد معسكر قبل الأخير للأخضر السعودي وبعده تتوجه كتيبة بيتزيلا سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة للمشاركة الخامسة في المونديالة فيلتقي كل من اليونان وإيطاليا والبيرو وليختتم معسكره بلقاء المرشح للقب العالمي ألمانيا قاعدين نسوي أول شيء استرجاع حق أغلب المجموعة تعرف أن أغلب المجموعة وانا بخلصين موسم في مجموعة بسيطة يعني قدها أيام كثيرة مرتاحة لكن قاعدين نحاول نضم المجموعة كاملة على نفس الرتم طبعاً منتخب الجزائري منتخب قوي صحيح ما حيش أعرف كاسر عالم لك هذا ليس مقاسر أن منتخب قوي يمتلك لعب ويلعب وفارق الأندل الأوروبية وإن شاء الله بدأ للمباراة تتظر مظهر المشارك وإن شاء الله منتخب يلقى التكتيكة المناسب للمنتخب فيما ينتظر المنتخب الجزائري مباراة مهمة أمام نظره البرتغالية في انتظار الإعلان عن المنتخبات الأخرى قريباً بيتزي اختار الأسماء التي سيعتمد عليها في معسكره الحالي ولعل الأبرز هو عودة نواف العبد المصاب وضم هارون كامارا من الموليد في الهجوم وليبرز أيضاً اسم هتان بهبري العائد إلى الصفوف أتمنى المنتخب الغد أن يقدم مستوى مشرف يعطينا انطباع قبل مشاركته في كاس العالم في مباراة الغد واللي أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله طموح مختلف هذا ما لمسناه في تصريحات الطرفين فربح ماجر الذي طالته انتقادات كثيرة بعد استبعاده لبعض الأسماء وعلى رأسها الحارس بورحي وخسارته لودية إيران يريد تحقيق الفوز عودة الروح لرفاق رياض محرز الذين فقدوا فرصة التواجد في أكبر حدث رياضي لعب منتخب مونديالي منتخب السعودي منتخب جيد لهذا إن شاء الله نحضره كما ينبغي هذا المباراة إن شاء الله في كرة القدم هناك أوقات جميلة وأخرى مؤلمة منتخبنا يقدم ما عليه للنهض من جديد لدينا كل الإمكانيات ويلزمنا المزيد من الجهد والوقت لتحقيق أفضل النتائج والتواجد من جديد في كأس العالم ونهائيتها وراء طبعا لها طابع خاص بغض النظر على النتيجة المباراة ولكن تخضع لاستعدادات المدربين واستعدادات لجميع اللاعبين فيما تركيز السعودي سيكون على الأداء وتطوير المستوى والله والشيء نسعى أن نمثل المنتخب في أفضل أفضل شكل نطلع فيه وعلى المستوى الشخصي نحاول أن أقدم أفضل ما عندي والله يوفق الجميع إن شاء الله المباريات المنتخبات القوية أعتقد هي الفائدة الكبرى اللي يكسب فيها منها منتخبنا النتائج الإيجابية مدينة كداثة الإسبانية ستكون على موعد مع المباراة الثامنة في مشوار المتخبين فز السعودي في واحدة والجزائري في أخرى وتعادل في مواجهتين فيما كانت الثلاث مباراة المتبقية بين المتخب السعودي الأساسي ولعبها الجزائري بالصف الثانية وقبل المباراة بساعاته زار نجوم المتخب السعودي أحد المستشفيات الإسبانية رديا صلحة صدى الملعب